حبينا نسوي لكم فقرة مخصصة عن أوتفت سريعة وأفكار لأوتفت سريعة نقدر نستفيد منها كبنات لما نصير عندنا سطلعة سريعة ومفاجئة ما نكون مخططي لها وما يكون ببالنا مرتبين شنو ممكن نلبس وما عندنا الوقت الكافي لتنسيق الأوتفت لذلك اليوم أنا والبنات نسقنا لكم أفكار مختلفة لملابس مختلفة تقدرون تستفادون منها أنتوا في حال حطيتوا بيها الموقف أول أوتفت وأسرع أوتفت ممكن تسوه هو دائما الأوتفت أو الإطلالة باللون الموحد المونوكروم حاليا مو بس سهل تنسيقه وإنما جدا دارج في موسم الصيف والشتاء اللي شفناه بكثرة في الأسواق وعلى النجمات ودور الأزياء العالمية لذلك اليوم أنا اخترت أنه إطلالت تكون باللون الموحد لأنه أنا من الناس لما أنحصر بالوقت وما عندي وقت كافي أسوي أوتفت أخذ أي أوتفت بلون واحد إن كان أبيض أسود أو حتى إن كان لون صيفي مثل اللون الأخضر إذا نشوفه كل جدارجة بهذه الفترة وصراحة صاير اللون جوكر بالسوق اللي حتى نقدر نكسر به الألوان الثانية فاخترت أنه تكون إطلالتين من قطعتين باللون الأخضر هذه القطعتين ما جوي سوية يعني أنا نسقتهم مع بعض عبارة عن بانطالون ستان باللون الأخضر الحشيشي مع توب بنفس اللون الأخضر أيضا ستان نسقتهم مع بعض الإطلالة عريضة مريحة جدا أقدر ألبسها مع سنيكرز تصير إطلالة كاجول وأنا حبيت أن أضيف لها كعب بهاي الإطلالة لبست كعب شفاف همينا كل جدارج وأيضا يعتبر قطعة جوكر نقدر نسقها ويأي أوتفت في حال صارت أنه طلعة سريعة من ما عندنا وقت نفكر شو ممكن نلبسوا إطلالتنا دائما نحطوا كعب شفاف رح ينقذ الموقف ويطلع حلو ويأي أوتفت فهي شي نوع من الأوتفت ستطلع حلوة بغض النظر عن مكان طلعتني لأنه مثل ما قدنا نقدر نلبسها كأجول ونقدر نلبسها كشخة أكثر وتكون سريعة جدا ومنحر بتنسيقها حلوة شهد ومثل ما ذكرت المونوكروم أي لون يقدرون يختارون أي لون يحبون يكون سوية أسهل تنسيق سوتنا يا شهد حلو أما التنسيق اللي اختاريت لكم يا أنا أكيد قلت لكم بقى التصوير عندي طلعة فموما لأخذ أغراض وياي هواية فحبيت نفس الجينز اللي لابستها بالحلقة نسقت وياه قميص أبيض الأوبارسايد لازم يكون عدكم بالخزانة القميص الأبيض اللي العريض كلش حلوة تنسيقها تقدرون تنسقوه بأكثر من طريقة ومثل ما قلت لكم أي نفس الجينز لابستها نسقت وياه جينز حتى يكون التنسيقه شوية كشخة وأنيقة لابست حذاء الاستاليتو اللي يكون مدبب من الأمام وبيه شفاف مثل ما قلت يشاهد الأحذية الشفافة كل جدارج هذا الموسم فشوفوا تنسيق الحذاء حبيت إنه مثل ما تلاحظون بالجينز أكو ذهبي لتنسيقه البولك نسقت الحذاء بنفس اللون حتكون الأطلالة هي شي أنيقة وراقية حسب المكان اللي طالع بي آني وأكيد المجوهرات الأكسسورات اللي نختارها تنطينا اللوك إضافي للأطلالة اللي إحنا بيها حلوة تنسيقاتكم بنات شهد وميسم اختارة وتنسيقات كشخة لكن جدا أنيقة وجدا بسيطة بنفس الوقت ممكن أي بناية تعتمدها لأنه ما تحتاج أي تكلفة وأي تفكير فأنا القطع اللي اخترتها هي قطع جدا سهلة وماكوا أي بناية مع أدهية اللي هو الجينز والتيشرت أي تيشرت لأدكم أي لون وسنيكرز أعتقد كل البنات لأدهم هاي القطع فممكن رأسا تلبسها للسهولة بس اللي ضفت شوية سوى حركة لللوك لأنه حتى ليكون جامد ورتيب ضفت شفقة أي شفقة أدكم لأنه جدا درجة موضة الشفقات مو بس وقاية من الشمس وحماي لكن أيضا درجة كموضة وترند فاللوك صار شوية بي حركة بنفس الوقت جدا سهل وممكن ترتدو فأنا والبنات تنسيقاتنا جدا سهلة جدا حلوة لأي بنات حايرة وإذا تطلع السريعة أعتقد راح تلقون اختياراتكم من خلال الاختيارات الكشخة وأيضا الكاجول صحيح يا حبان حتى أنت شفقة تقدر البنية اللي مبيها حيل تسوي شعرها سهولة رأسا تلبسها وتطلع فعلا وهذا حتى ربطاتي الشعر كل جدار جاء بهذا الموسم يعني أنا هذا الأوتفل صراحة ممكن أنه همينا أقلب سوى ربطة شعر مشجرة في حال ما عندي وقت أسوي شعري همينا يختصر عن الوقت دائما أفكارنا سهلة وحلوة شكرا